السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على حضوركم جميعا اليوم انتهينا للتو من مشاهدة عرض مسرحية روح المرحومة من تأليف أناتولي لوناشارسكي إعداد فيصل رشيد وإخراج خالد خميس طبعا معاي الأساتذة المعاقبين على يميني معاي الدكتور عمرو دوارة مخرج ومؤرخ مسرحي مصري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين فؤاد دوارة حصل على بكلريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون أهلا بكستاذ معنا أيضا الأستاذ ياسر عوض مخرج ومنتج تلفزيوني ومسرحي من السودان والمدير العام لهيئة إذاعة وفضائية الخرطوم وله العديد من الأعمال في مسيرته الفنية والإعلامية نرحب فيكستاذ طبعا نبدأ الكلمة مع الدكتور عمرو دوارة فوضاء أستاذ مساء المسرح والجمال والإبداع والإضاءة والسيلوغرافيا وكل مفردات الفنية الجميلة اللي بنستمتع بيها إذا كان الشكر موصول النهاردة لكل من شارك في تقديم هذا العرض ومكون من عمل وراء الكواليس أيضا فالشكر مهم جدا للجمهور اللي حضر النهاردة واللي بيحضر الندوة لأن مسرح بلا جمهور لا مسرح وندوة بلا جمهور أيضا لندوة فبالتالي أنا بشكر الجمهور على حرصه اليوم على المشاهدة ومتابعة الندوة الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا العرض وعايز أفصل ما بين العرض والنص طبعا زي ما قال هو ودي أمانة علمية طبعا مهمة جدا يقول مكتبسة عنه لأن الأسف فيه ظاهرة في بعض الدول العربية ومنها مصر لا يذكر المصدر الأجنبي يبقى معروف حتى سواء في السينما أو في المصر احنا عارفين الأصل الأجنبي لكن لا يذكر طبعا ده نوع من الأمانة العلمية مهمة جدا ويذكر النص وطبعا هو طبعا روح ألينارو أو ألينارة ده النص الأصلي وعايز أقول أنه أنا الحقيقة مختلف بس مع كلمة المصرحية العالمية هي المصرحية الأجنبية لأنه هو ليس مؤلف عالمي رغم طبعا روسي لكن مش مكسيم جوركي ولا تشكوف ولا المؤلفين العالميين ولكن مع ذلك هذا النص الحقيقة قدم كثيرا جدا وهقول الأسباب آخر مرة تقريبا قدم في قصص صخافة الأزيقية سنة 2002 في يوم المصرح العالمي في سوريا 2022 كان ماجدي يونس المخرج مظبوط إعداد وإخراج وغالبا هذا النص لما بيقدم بيقدم من إعداد وإخراج وده سبب استمتاعنا النهاردة أن فيصل رشيد ما شاء الله يعني يمكن ده حيرجعنا المشكلة هي إشكالية أنا شخصيا معاها أن يكون المؤلف مخرج أحيانا أو يكون المعد ممثل بيبقى عنده إحساس المصرح بيبقى دراماتورج حقيقي بمصطلح العلمي بيبقى عنده إقاع المصرح وإحساس المصرح وهو الحقيقة هذا المؤلف هو ممثل وناقد أدبي وصحفي وكاتب سياسي بالدرجة الأولى والديبلوماسي وكان عضو طبعا حزب العمل الاشتراكي وعمل فترة في جامعة موسكو وإن كان هو خريج جامعة زيورخ وعمل أيضا كسفير معظم مؤلفاته الحقيقة مش حليقها في المصرح عنده تشرق شمس الأنضول حكايات الأنضولية عنده المعرفة التاريخية العلوم الأنضولية يمكن البروفا حبي ده أقرب حاجة بالنسبة للدراما ولو تجارب الخرافات طبعا العرض بتناول قضية مهمة جدا اللي هي قضية الدجل والشعوازة والنصب ربما من أول التجارب اللي قدمت عن هذا النص سنة 66 في القاهرة فرقتين كبار جدا أحدهم كان أيضا المعد والمخرج والبطل فيس حلاوة فرقة حيكا روكا كان اسم العرض عفيت عفيت الست شوئية فقامت بالبطولة تحيكا روكا وتقدم في فرقة المصرح الفنانين المتحدين إعداد سامير خفاجي وبهجة أمر بطولة فؤاد مهندس وشكار اللي هو حواء الساعة 12 تقدموا العرضين في نفس الفترة بالزبط الحقيقة العرض مغري لأنه كوميدي وبيسمح بمواقف كوميديها كثيرة جدا ولكن لو حاولنا نشوف بقى النص ونحل النص طبعا هو نص يندرج تحت كلمة أو تصنيف الكوميديا السوداء اللي بتعتمد على الكوميديا الموقف اللي بتكشف كثير من الزيف والكذب والخرافات ولذلك مهم جدا أنا الحقيقة بقول دايما كلمة اقتباس بترجعنا الورق مع بداية المصلح في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 حيث بدأ المصلح العربي الحديث من خلال التعريب والترجمة الترجمة طبعا الأول ثم التعريب في مصر بدأ بالتمصير في لبنان اللبنان فأصبح فيه اللهجة هذا العطر أنا أتصور دي نسخة قطرية وليست النسخة العالمية نسخة قطرية خاصة جدا بقاطر الحقيقة ونجح الحقيقة فيصل رشيد بنجاح شديد جدا ويمكن سبب إحساسنا بسرعة الإقاع ومهارات الممثلين لأنه صعب بيلاقي أربع ممثلين عندهم مهارات كوميدية وكوميدية من أصعب أشكال المصلح طبعا محتاجة مهارات خاصة جدا لكن لو بدأنا نشوف النص هنلاقي إن إحنا من أول لحظة بما إنه الفصل الواحد أو الفصل القصير في سمات الفصل القصير إنه يبقى سريع جدا لإقاع ويبقى الجملة التليغرافية في الحوار ويبقى بنبدأ من الزروة ومنبدأش لسه بقى فيه تمهيد ولا مينولوجات ولا رسم شخصيات يمكن هنلاحظ لو ركزنا شوية هنلاحظ أهم شخصية مرسومة بدقة في أبعادها واضحة جدا وأنا اللي شايف إنها الشخصية الأساسية شخصية ليلة اللي فيها المفارقة إن عرفت بذكاء والمؤلف مهد لها إنها كانت ذكية وفي المدرسة بيقولوا اللهلوبة وكانت شطرة في فرحالة الأردية وإنها ذكية جدا عرفت تكسب موحي الدين وتقنعه إنه يتجوز الشبهة ويديها سروة ويديها مال وفي نفس الوقت عرفت تتعامل مع الدجال وتهدده بالصحافة وتهدده بالبوليس يعني فهمت تلعب اللعبة صح وتوظفها الصلاح فهي شخصية مرسومة عكس بقى الشخصيات من أول لحظة مفهوم إن هذا دجال ومن أول لحظة حتى يمكن كان فيه شخصية هامشية لو لغناها لن تؤثر على العرض إحنا دائماً نقول في الفصل الواحد بالذات محتاجين تركيز وفيش شيء في المسرح مجاني لو لغينا المرأة الأولى اللي هي الزبونة الأولى اللي بتقول إن زوجها بيراها عنزة وهو بيشوفها بقرة ومش هاي فيه بتقوله كل مرة بتقولي الكلام ده وما بيحصلش لو تلاغت مش هتأثر في الحدث الرئيسي للعرض لكل لكن هي مجرد عشان تدينا فكرة إن هذا هو الدجال فشخصيات من أول لحظة حنلاقي شخصية محبوب مثلاً هو المساعد أنا شايف لو لمهارات الممثل كانت تبقى شخصية هامشية لكن هو قدر يحاول من خلالها وشخصية محبوب دين برغم أيضاً أبعادها وان وي كبعد نفسي واجتماعي واضح من أول لحظة لكن مهارات الممثلين هنا عالية جداً وزي ما بقول المعد لنمثل ومدرك وهو مكاتب جملة الحقيقة استوقفتني جداً تم الإعداد بالاتفاق مع المخرج دي نقطة في منتهى الأمية إذن هو بيكتب وعينه على خشبة المصح حتى فيه جمل كان بيعتمد فيها بالإشارة والإماءة وجمل غير حوارية كان فائم إقاع الخشبة شكلويه فنعتقد ده كان سر المحافظة على إقاع العرض الإضاءة الحقيقة توظفت بشكل جيد الموسيقى بشكل جيد واتكملت أيضاً كان فيه تناغم أنا الحقيقة فقط في السينغرافيا كنت أعتقد أن مع التكنولوجيا الحديثة كان ممكن استخدم ليس فقط الشاشة لكن كان ممكن يبقى فيه تكنولوجيا أشياء تطلع وتنزل سواء ميسوفيتا أو الجناب تفتح يبقى فيه إبهار يعني خلفية كبيرة للأصل الفخمة ده كان يبقى فيه إبهار يستخدمه كخدع حتى الخدع الإلكترونية اللي نار تولع في لحظة وتطفي في لحظة كان يخدنا ويبهرنا أنه متصل فعلاً بعلم الجن فده كان ممكن يضيف للنص أيضاً في السينغرافيا لكن بشكل عام أنا سعيد بالتجربة جداً استمتعت وأعتقد دايماً بقول المسرح الهدف الأساسي يوصل لنا مضمون فكلنا وصل لنا مضمون أنه إحنا ضد الدجل وأنها صناعة وشعوزة ويربحوا بينها ويوصل لنا المتعة السماعية والبصرية من خلال العرض فبشكر مرة أخرى كل العاملين في العرض الحقيقة واشكركم جداً لحضوركم ألف شكراً 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 دكتور عمرو دوارم الكلمة لأستاذ ياسر عور فضل أستاذ شكراً قطر أنتم تقولون كطر وأنا أحب هذه اللهجة حد علمه إن شاء الله شكراً الدوحة اللي جمعتنا بعد شغطنا المدن وهذا المهرجان أعتقد أنه هو مناسبة لعادة توطين المسرح العربي ولا أعتقد أنه هذا الوجود النوعي لمجموعة الفنانين العرب بمختلف تاريخهم وروعتهم يمكن أن يوجد في مهرجان أعتقد إلا في الدوحة الآن أنا في الدوحة أجد الفلسطينيين واللبنانيين والتوانسة والسوريين ومختلف الجنسيات هذا مدخل ضروري جداً لقول أنه لجنة شؤون المسرح استطاعت في هذا المهرجان أن تقدم مهرجان يليق بهذا الشعب المؤدب المهذب المؤمن أنا سعيد أنه أنا موجود في الدوحة في هذا المهرجان روح اليانورة نص من ثلاثة أوراق مكتوب قبل مئة سنة عندما جاءني النص أحسست أنه أنه هذا المهرج سيكون في تحدي كبير جداً جداً ليس المخرج فقط وإنما كاتب السيناريو أيضاً سيكون في تحدي كبير عندما اشتغل دكتور صلاح القصب ماكبث الفين كانت الليدي ماكبث تقول جملتها الشهيرة زولي أيتها البقعة اللعينة وهي تغسل سيارة حمراء فكيف يمكن أن أستدعي نص عمره مئة عام ليتحدث عن إشكالات الواقع العربي في الألفية الثالثة هذا كان التحدي الأول التحدي الثاني للمخرج كيف يمكن إعادة عرض أو كتابة نص مرئي تم إنتاجه خلال مئة عام عشرات المرات وهذا كان تحدي كبير جداً 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 أنا أعتقد أنه كاتب السيناريو كان ذكي جداً وموفق خالص عندما كنت أقرأ النص على الورق أنا كنت مستمتع وأضحك وأعتقد أنه تم تجاوز التحدي الأول أنه كيفية تحويل هذا النص إلى نص قطري نحن في السودان نقول سودنة النص هنا قطرنة النص أنه تحويل هذا النص إلى نص قطري رغم أن الموضوع هي موضوع موجودة في كل الوطن العربي الدجال والشعب موجود في السودان موجود في مصر موجود في كل وشفنا يعني أنا شفت في السودان يعني استخدمواه في مباريات كرة الغدم الدجال يشوفك المباراة القادمة في قصعة ماء ويحدد من سينتصر ومن سيهزم هذه الموضوع المخرج هذا المخرج الشاطر استخدم اسلوبين لعرض هذه الفكرة الأسلوب الأول هو الكوميديا والأسلوب الثاني هو التغريب البرشتي واللي تم فيه كسر الجدار الرابع منذ فتحة الخشبة ولهذا تحول التمثيل في البرشتي هو عرض للشخصيات وهذا أسلوب بريخت أو بريشت في المسرح أنا أعتقد أنه النص أو نص العرض تمت كتابته من خلال البروفات تم الاعتماد على النص الأصلي على الروحه على الحدوتة على الحبكة ولكن من خلال البروفات من خلال التمرين تم كتابة الحوار وهذا أسلوب متعارف عليه في كثير من أقطارنا المخرج والممثلين يكتشفون العرض من خلال التمرين ولهذا تتم الإضافات أنا لا أعتقد أنه الارتجال تم في العرض لا الارتجال تم في التمرين وتمت كتابة سيناريو جديد للعرض من خلال البروفات التغريب كان واضح في بناء الشخصيات الرئيسية سوداني هندي قطري وضعهم في حدوتة في موقف في فعل درامي بأعتقد من هنا بدت المفارقة التي قام وتبنى عليها العرض المسرعي العناصر العرض إذا تكلمنا عن الحدوتة تكلمنا عن الشخصيات تكلمنا عن الحوار استطاعت الشخصيات أنها تحافظ على إقاع في خلال العرض على بناء إذا كان البناء النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي الحوار تحدثت كل شخصية لغتها وهذا مهم في البناء الدرامي أن تتحدث كل شخصية لغتها وأن تحافظ على هذا الأداء على هذا الإقاع للشخصية أنا أعتقد أن الممثلين كانوا مبهرين الفرجة المسرحية حصلت المسرح أساسه الفرجة إذا لم توجد فرجة فلا يوجد مسرح الفرجة حصلت واستمتعنا وضحكنا وصفغنا إذن يوجد مسرح وبأعتقد أنه هذا المهرجان أثبت أنه المسرح التجاري لسنا في صراع معه سؤال المركزي ما بين المسرح التجاري ومسرح المهرجانات بأعتقد أنه تم حله اليوم إذا كان المسرح التجاري يستهدف الإضحاك ويسعى إليه ويسوقه بأعتقد أنه يمكن للدراما الجيدة والكوميديا الجيدة أن تحدث نفس الفعل الذي يقوم به المسرح التجاري أنا لست ضد المسرح التجاري أنا بأعتقد أنه هو ضروري ضروري أنه استضحك خصوصا في ظل التناقضات الكبيرة والحروب وال المتحنة التي تضحن الشعب العربي ضروري أن يجد متنفس مهرجان الدوحة استغطب حضور جيد وهذا يعني أن المسرح الجيد البضاعة الجيدة تستطيع أن تستمر هذا المهرجان نواه أن قلت يعاطى التوطيل للمسرح العربي هذا المسرح هذا المهرجان نواه لمسرح ممكن أن يكون جامع لكل أشكال المسرح الحديث ويعبر عن قضايانا مسرح التغيير اللي هو مسرح بريشت أنا أعتقد أنه اليوم تم التعبير عنه بشكل جيد شكرا لإصطناتكم وتمنى أن أكون إضافة أو قد أضفت إلى هذا العرض الجميل إن شاء الله شكرا شكرا نبدأ في المداخلات إن شاء الله أستاذ أباس محمودة عندك المايك مساء الخير ويعطيكم العافية أقول شكرا لمسرح قطر الفرقة الجميلة المتجانسة طبعا أنا كنت خايفة أول شيء من الإضاءة ولكن اليوم كانت الإضاءة بطلة في هذا العرض المسرحي وطبعا نحن دائما نقول أن الخيل يعرف خيالة وإحنا نقول أن المسرح يحب اللي يحبه ثبات الممثلين على خشبة المسرح كان اليوم انطباع جميل وويد رائع بس بقول عن الفنانات وليس الفنانين عدم ثبات يعني أنا أقول جملتي ليش الحركة التمايل ليش ما في ثبات وأنا أقول قصتي عموما الله يعطيهم العافية وأحب أقول أن المسرح تكلمت عن المساجين نحن مساجين المسجون في أسرتها أو المسجون في عملها في مهنتها أو المسجون من خلال الكفيل يعني المعالجة الدرامية لهذا النص كانت جميلة وحلوة وأقول لو كانت المؤثرات الصوتية شوي أعلى عشان تزيد لنا الرعب الدرايش أو الشباب كحنا نقول عنها كانت تنفتح وتتسكر بس ما كان لها مؤثر صوتي يعني أنا مستمتعة بهذا العرض وأقول للبطل الساحر المشعوذ يعطيك ألف عافية كنت فعلا لما كان محتاج أنه يشرب ماء أنا تشكيت يشرب ماء مرتين مش مرة واحدة كان فعلا محتاج أنه يشرب عساك على القوة يا رب وفعلا أنت تحب المسرح كان المسرح كان يحبك وشكرا أصفال إطالة بس أستاذ أباس ما أنت بعد هالمشوار الطويل في مسرح الرعب أظن حتى لو شبح صجي بخارعة يعني مو بس نرفع صوت المؤثرات تضل أستاذ فهذا عندك الكلمة بسم الله رحمن الرحيم أول شي أشكر فرقة قطر المسرحية بتقديمها لهذا العرض المسرحي متمثلة في الأستاذ حمد عبد الرضا والأستاذ ناصر عبد الرضا وكل كاست العمل اللي قدموا لنا العرض اليوم اليوم احنا دائما نستخدم عنوان نقول اليوم بدأ المهرجان لاني لو قلت هذه الكلمة بيزعلون اللي قبل لا المهرجان بادي ولكن اليوم أثبت المهرجان فعاليته اليوم كنا أمام عرض محترف يعني محترف محترف بكل المقاييس من ابتداء من النص وانتهاء بكل عناصر العرض المسرحي أنا بتكلم عن الطاقة طاقة الممثل طاقة الممثل هو سيد العرض المسرحي علشان نستمتع نحن دائما نعم نستمتع بكل عناصر العرض المسرحي ولكن يبقى الممثل هو هو من الأداء المحركة لكل العرض المسرحي الفنان والأستاذ ومن تلام ذتي وأنا يعني فخور في فيصل رشيد كان اليوم مايسترو العرض مايسترو بطاقته الجبارة طاقة ممثل طاقة جبارة جدا يعني عطاننا اليوم درس في التمثيل كيف أنا أقدر أسيطر على هذه الخشبة طوال العرض المسرحي كيف أنا أخلي الطاقة هذه تصل إلى المتلقي المتلقي في بعض الأحيان يشفق وهو يشاهد أي عرض مسرحي اليوم كان المتلقي هو جزء من طاقة الممثل وهذا مهم جدا كثير من العروض نحن نفقد الطاقة يعني نقعد نشوف العرض ونقول متى بيخلص أو نتابع متابعة اليوم لا هم مدوا لنا الطاقة إلى المتلقي والمتلقي دخل في هذه الطاقة وعاش مع هذه الطاقة وحرك طاقة الداخلية مع العرض المسرحي وكان فيصل عنده ذكاء في أنه كيف يسلم للآخر وكيف يأخذ الجمل الإلقاء عنده بالرغم من الإلقاء السريع 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 ولكن كل حرف كان باين على خشبة المسرح وهذه قليل من الفنانين اللي ممكن يتميزون بهذه الميزة دخول الفنان أيضا محمد السني بطاقته الجبارة والخبرة الموجودة عنده هذه الخبرة شوف مع أنه كان ما كان ما كان عنده السرعة ولكن عمل بالانس توازن ما بينه وما بين الفنان فيصل رشيد كان خذ وعطني وكانوا بالعين يقدرون أنهم يعني يباصون بعض إحنا كنا في أمام مباراة كرة قدم ما كنا أمام عرض مسرحي وهذه حقيقة أنا قلت أشوفها بالرغم أنه باقي الممثلين ما كانت لهم مساحات ممكن يشتغلون فيها ولكن أيضا حاولوا بقدر الإمكان أنهم يعني يولدون لنا طاقة على خشبة المسرح وين المشكلة مشكلات بسيطة وهنات بسيطة في العرض هن في نهاية العرض كان فيه ميلو دراما كثيرة كانت هذه يبيلها شوية معالجة يعني ما كنا محتاجين أنا عندي والميلو دراما هذه ما كنا محتاجين كان في ذكاء أيضا لستاذ محمد السني كان يلحق الإضاءة الإضاءة كانت بعض الأحيان تهرب منه ولكن على طول يحاول يلحق الإضاءة وهذه يبيلها خبرة وإكسبرينس من الممثلين ولكن بشكل عام اليوم متعة بصرية ومتعة في الأداء ومتعة في العرض المسرحي شكرا لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أولا نرحب بالدكتور حسن رشيد الحمد لله على سلامته وأتذكر ودائما عندما يريد أن نتحدث عن فرقة قطر يقول أنا شهادتي مجروحة وبعد فرقة قطر لكن أنا لا أقول أن شهادتي مجروحة لأن كلنا بفرقة قطر يعني ف ما أعرف ما أشوف كلهم اليوم مبتسمين كل يوم زعلانين ويوتروني كل يوم زعلانين دعونا أتكلم لأن هم يوتروني لكن أشوفهم اليوم مبتسمين فرحانين خرقوا من عرض قميل ضحكوا تونسوا نص دعنا قاري من زمن روح اليان نرو رجل هذا سياسي هو زي ما قال الدكتور ما لديه كثير في المسرح هو رجل سياسي وكان سفير وكان من أسس بعد البلتش البلتش من أسس التعليم وكان مهتم بالتعليم حتى يقول التعليم والثقافة هم الأساس لتأسيس أي دولة أو بقيام أي ثورة والرجل كان ثوري كبير طبعا وكان شوعي يعني من الشوعيين العمالقة اللي كتب أنا الشوعية اللي كتب عن اللينيين يعني ليس سهلا صاحب الفكرة هذه المسرحية البسيطة اللي يضحكتنا ليس سهلا هذا الكاتب في رؤى عميقة عندما أنا قالوا لي فيصل رشيد هذا الشبل من ذاك الأسد سيعمل وسيقوم بأعداد مسرحية معقول كيف بيسوي أنا عرف إنه نص جميل وين بيروح أعرف تقربة فيصل وإحنا شاهدناها طوال فترة ما بدأ إلى اليوم وإحنا نشوفه ظل يدي على قلبي في هذا الموضوع ودخلت إلى العرض وأنا حتى التقيت قبل يوم بالأخ ناصر وقلت له نصكم جميل لكن كيف كيف أنا بعده نحن نقول دائما أنه حتى رقابة وإلا شؤون المسرح وإلا عندما خلوا العالم مفتوح نصوص عالمي عربي خلوا يقدم شوفوا النص أي شؤون النص أي شقول النص ليس بالضرور أن يكون محلي المحلي بيظهر أن تحقز أنت مهرجانك بس بعروض محلية وأنه لازم نكون كتاب محليين لا 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 اليوم شيفنا نص فوق النص شيفنا كاتب كتب عن النص هذا نص فيصل بتاتا يدخل ويروح من الفكرة ويرجع ويدخل ويروح من الفكرة ويرجع كأنه الكاتب مشى بجانب النص ألف نص جنب النص أنت لو قرأوا النص ما أقول لكم شيء ألف نص بجانب النص ومشامعة الكوميديا هي أخطر أخطر فن من فنونا دراما ليه لأنه تعتمد اعتماد كبير على الممثل يا جماعة فيصل رشيد أبهرني صارة ممثلا غير عادي اليوم رجل ما يمثل الشخصية ذكرني باربرا لما قال في المسرح الحديث أنه أنت بس تخزن الشخصية هنا يعني موش يخزن الشخصية هنا يخزن الشخصية هنا وبعدين يرويل الشخصية من خلال فيصل نحنا كنا اليوم نشوف الشخصية من خلال فيصل لا نشوف الكاركتر الذي كاتب الكاتب لعب فينا لعب وعنده قدرة ما شاء الله عليها الله يطول بعمره ويبعد عنه كل البلاء أدهن بحاكته كثير ابتع أمتعني بعد الصفرة والبلاء حق بداية المهرجة إلى الآن أمتعني وأقول المسرح القطري بخير ما دم في فيصل وغيره دائما أنا أحس أنه ناصر عبد الرضا فنان أكاديمي كبير واشتغلتنا مع أين موجودة شوفوا احنا شفنا سينغرافيا طوال المهرجان والشاشة هذه كرهنا اليوم حبينا هناك عين هناك عين سينغرافيا عالية وناصر معروف بالقضية هذه ما أقول عنه بالفعل السينغرافيا هذه حتى وضحتنا رؤية المخرق أي صحيح المخرق أخونا خالد دير الطريق لكن كان وراه ناصر وضح من خلال الحركة ومن خلال الأداء وضح وضح الحكاية وشايفنا رؤية رؤية وصلت لنا وكانت قيدة بقية المثلين ترى مش قليلين الله يا سني أستاذ عملاق وينك موجود عملاق عنده تلقائية الدنيا يا رخي يا أخي ما تعرف هو يمثل ولا ما يمثل شو بالحياة ولا هو ما بالحياة عنده تلقائية يذكرك مع عبلة كامل وهذا الناس وحمد زكي ما عنده تلقائية عادية يقيل الإفة الإفة يقوله كذا صلطة ما أدحص إلا أختياره كان مناسبا للشخصية وأعتقد فيه تناغم بينه وابن فيصل شكلهم تشغلوا مع بعض كثير ففيه تناغم في اللعب وأمتعينا بشكل وأنا جدا سعيد بهذا العرض إلى أبقى ما تتخيلوا هذا يعني الباقي ما كانش كويسين يا أسرار كانت رائعة بالفعل رائعة هذا كلهم أصحابنا وأصدقائنا محمد عادل كان كويس البنت حتى سهام روما دوري وتمهيدي لا لا سهام أنا أتكلم عن سهام كان دورها صغير وكذا لكن كانت كويسة كل المقمل العرض كان جميل لأن أنا تلفت كذا على القمور يمين الشمال ومفعلين والله العظيم هذه شفتها بعيني ومنهم مسرحيين لن يقول لك أنه عارفين إنهم مخرقان بس سعيدين بهذا العرض أنا أشكر شؤون المسرح حقيقة وأنه قابلنا مثل هذا العرض وأشكر فرقة قطر وعلى رأسها أخونا حمد يعطيك ألف عافية أمتعتونا أمتعتونا شؤون مش كل يوم زفت اليوم العرض حل وقدنا حلو لا تيلوموني لما يكون في عرض هل نور حلو حلو لكن هذا يعني لما فيه هنات فيه هنات كثيرة مثلا زيادة بعض الحوارات فيه ما كانش حلو هذا كل شي بسيط لكن هذا أنا أتمنى أنهم يعرضونه قماهيريا يستحقوا يعرضونه قماهيريا من بعض الجمهور جدا بيحبكم أستاذ صفوك آسف أن أطول شفرين قزيلة لكم شكرا الجماعة من هناك فضل أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فنان من الإمارات في كل أمانة يعني أقولكم أنا اليوم سعيد صراحة يعني في كل أمانة شكرا لوزارة الثقافة شكرا لمسرح قطر صراحة حبيت العمل أبطال ما في بطل واحد في هذا العمل كلهم أبطال من المخرج رقم واحد صراحة بكل أمانة والممثلين اللي بعدني ما أعرفهم إن شاء الله بتعرف عليهم أكثر بكل أمانة اليوم أنا بروح الفندق وأنا مستانس بتكيف فعلا نعطونا مسرح حني يا أيام الإمارات نبقى نشوف مسرح وشفنا مسرح قطر اليوم البارحة شفنا واللي قبل شفنا ولكن مثل ما قال الأخ الشاشة هاي اليوم حبيناها بكل أمانة ممثلين مبدعين ما إن شاء الله عليكم أبداع يعني أنا قلت يمكن أمل مع أن العمل كان شوي طويل والله ما ملت يارسة تشوف العمل بكل أمانة أنا أشكركم صحنا يا أيين نحنا ربعة أيام وزعلاني أني بروح بعد يومين لكن كنت أتمنى أتملين آخر المهرجان وأشوف فنانين قطر شكرا لكم شكرا 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 فضل إن شاء الله سعد الله مساكم كل خير أخوكم نوح الجمعان من السعودية أخوكم نوح الجمعان هذا أول عرض أحضره في المهرجان ما حضرت العروض السابقة لكني حضرت دورات سابقة لمهرجان الدوحة وشاركت في دورة من الدورات برفقة أخوي الأستاذ فهد الباكر حبيت عمل حبيت عمل اليوم عمل فعلاً اجتماعي راقي جداً يمكن أنا يعني أثني على كلام الأستاذ ياسر فيما مسألة المسرح التجاري أو المسرح النخبوي إذا صح التعبير وأقول أيش المشكلة لو كان العرض الاجتماعي أو الجماهيري بروح نخبوية يعني نشوف الإضاءة بشكل جميل نشوف الحركة بشكل جميل نسمع الأوفيه بشكل جميل كل هذه الأمور أتصور أنها اليوم يعني كانت مثال لأي عرض جماهيري ممكن يقدم للجمهور وإنت ما تخاف وإنت سعيد أنك تقدم للناس والناس ممكن تجي تستمتع فيه وتحبه كثير مخرج العمل أستاذ خالد يعني اليوم قدم صور جمالية كثيرة في العرض وتمنيت بس يعني شغله هو مهد لنا في البداية دخول الجوقة اللي يكسر الحاجز لكن تمنيت أيضا أنه يكون يوظف هذه الجوقة في أكثر من حالة أو في أكثر من مكان خصوصا أنه فيه مساحات داخل العرض ولا يقلل من طاقم العمل اللي فعلا لو لا وجودهم مع فيصل ما ظهر فيصل بهذا الشكل ولو لا فيصل هم أيضا ما ظهروا بهذا الشكل الجميل شكرا لفرقة قطر المسرحية شكرا لأستاذ حمد لأستاذ ناصر عبد الرضا أنهم يعني يمكنها اليوم أو هذه الليلة كانت ليلة سعيدة بالنسبة لي أني أجي أحضر مثل هذه العروض شكر لكم شكرا وزارة الثقافة ولمهرجان الدوحة المسرحية شكرا شكرا جزيلا مساء الخير شكرا على هذا العرض حقيقة يعني ربما من أهم العروض اللي أثارت فيك مشاهد الغبطة والسعادة والسرور وخرجت بانطباع جميل جدا لكن السؤال الأهم لأنه الكل يعني سيشيد بهذا العرض هو لماذا نجح هذا العرض في أن يثير فينا كل هذا الفرح والسعادة أعتقد مجموعة من العناصر مهمة وأنا أود هنا أن أصلت الضوء عليها العنصر الأول هناك فهم عميق لروح النص لروح النص فهم عميق من قبل من أعد هذا النص الأستاذ فيصل رشيد بتصور وفهم مقولة هذا النص الأصلية الموجودة بغض النظر عن قطرنة هذا النص أو مصرنة أو ما إلى ذلك المهم أن نفهم الروح إلى أين ذاهب الشيء الآخر هو فهم الجندر أو النوع الذي نتعامل معه وهو الفرس وفهم هذه فكرة أن نحن نتعامل مع عرض فرس هذا يعني أن يكون الإيقاع منضبطا بشكل دقيق التايمينج والتايم الوتيرة والإيقاع الفرق بين التيمبو والإيقاع هذا شيء مهم جدا في عرض من هذا النوع وبشكل عام بالعروض المسرحية لكن في الفرس تحديدا هذا شيء جدا مهم ويتطلب ذلك أن يكون هناك ممثلين عندهم القدرة على فهم وتجسيد هذا المفهوم على خشبة المسرح ليس فقط الممثل الخارق فيصل رشيد الذي أذهلني حقيقة يعني وأنا أحكي ممثل خارق حاضر على خشبة المسرح وفاهم تماما لأدواته الجسدية قبل التعبيرية في الحوار وضبط الحوار وكيف يقال وأيضا مهم جدا فهم هذا التناغم بين باقي الممثلين فيما يعني يتعلق بموضوع الإيقاع حتى حين دخل الأستاذ السني محي الدين اختلفت الوتيرة لكن ظل الإيقاع واحدا هذا مفهوم البنج بونج الذي ربما أحيانا يتسارع لكن يبقى هناك في أخذ وعطاء مناسب لهذه اللعبة هذا عنصر مهم في نجاح هذا العرض عنصر آخر ربما يكون أقل أهمية ما يتعلق بتتحدثون عن السينغرافيا لأول مرة كانت موظفة بشكل جيد مع أنني أرى أنه كان يمكن لهذا العرض أن يكون حتى بلا سينغرافيا يعني بديكور شرطي تماما لأن شرطه الرئيسي هو اللعب الممثلين الذين يلعبون على خشبة المسرح بهذه الطريقة وفي غياب يعني أي إضاءة أو أي خلفية مضاءة وواضح أنه تم توظيف هذه الخلفية ولكن بذكاء مجددا بذكاء ضمن قاعة العرض الموجودة المتوفرة هنا في هذا المسرح لو كان هناك مسرح آخر أعتقد كان سيكون هناك توظيف سينغرافي مختلف تماما لكن الأهم أنه لم يعيق يعني هذا التوظيف الذي ابتكر لعرض هذه الليلة لم يعيق العرض الذي ابتكر قبل ذلك هناك احترام للمسرح هناك إخلاص للمسرح هناك إتقان لكيف نصنع على خشبة المسرح عرضا مسرحيا يستطيع أن يستقطب الجمهور ويضاهي العروض الترفيهية التي يطلق عليها تجارية التي تستقطب الجمهور هذا عرض يستطيع أن يصل إلى الجمهور ويستطيع أن يكون عرضا جماهيريا وبالتالي تجاريا يمكن الاستثمار به شكرا جزيلا على المؤمن شكرا أخو رشيد بس تسمحون لي أحب أعطي المايك لشخص كان معنا من عرفنا المسرح كان أول الحاضرين في كل دورة وفي كل مهرجان وافتقدنا حضوره في الأيام الماضية وشكرا لعودتك استاذي دكتور حسن رشيد عندك المايك فضل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا صديقي صالحة غريبة مكشرة بويهة خلاص بعد أن الموضوع وصل لهذه الدرجة لذلك أنا سعيد سعادتي بشيء آخر سعادتي بضيوفنا الأعزاء اللي حلوا على قلوبنا ضيوف أعزاء أشكر أخي الكبير الدكتور عمرو دوارة هذا الإنسان الجميل اللي ارتبط بالمسرح وأبوه كان أستاذنا اللي درسنا أبجديات المسرح الله يرحمه أستاذنا الكبير أسعد فضاء ومهما تكلمنا عنه فهو ذلك المحيط اللي علمنا أيضا الأبجديات أما إذا تكلمت عن أخوي وأستاذي وحبيبي عمرو دوارة فيكفي ما قدمه للمسرح المصري من مجلدات وفي حقيقة الأمر كنت في القاهرة قلت بصير فضولي كعادتي أنا صدني ارتكارية إذا دخلت مكتبة ولقيت المجلدات بعدين كنت يا أخيك هاي متى لقى الوقت حتى يكتب الجاحظ مسكين وهو قاعد طاح للمكتبته وموت من مجلدات لم تى مجلدات بين الأربع يا عمرو بعدين قالت هي علشان الذي تزوج لأن عبد الله الصبح المرة تقوله ما يتبصل الظهر مابتشكر بعد الظهر رح جيب حليب حق العيال هذا عشان شذي فكروح من هذه الأبالة كلها ولا كانت غربة العيال ودهم المستشفى فيهم سهل عشان شذي الريال ذي فاكنة من هذه العملية على العموم أنا سعيد إن فيصل ولدي ارتبط بهذا الإطار ولكن النجاح مبلغ فيصل النجاح لخالد المخرج النجاح لحمد عبد الرضا اللي يوقف ويدعم هذا الإطار بكل ما يملك النجاح لمن يقف ويدعم مسيرة فيصل ناصر عبد الرضا هذا الإنسان اللي يوقف معاه قلبا وقالبا النجاح لإسراء اللي يوقف أيضا هذا الوقفة ولجدنا محمد السنة في الله لو تدرون إن هذا الإنسان يحمل همه ويحمل قلبه ويوقف أنا اليوم حتى قتلي زوج وهو على خشبة المسرح الاثنين العام طاحوا على خشبة المسرح محمد السنة دفع الله كان معاي في المستشفى وإحنا عملين عملية القلب ومع ذلك الإنسان في هذه اللحظة ينسى نفسه كم هو جميل ورائع هذا الإنسان أن يقف على خشبة المسرح ويؤدي بهذا الحماس هل فعلا المسرح يحيي الإنسان؟ إذا كنا نحن قاعدين في الصالة نخاف عليه وهو لا يخاف على نفسه إذن المسرح لا يقتل ولكن يحيي الإنسان أنا سعيد بتواجد هذا الموجود من الزملاء الأعزاء أشكر تواجدهم أحمد برحيمة من الإمارات والكم من الزملاء قحطان قحطان من البحرين وكم من الزملاء الأعزاء اللي شرفوننا في هذا الوطن وطنهم لو لا تواجدهم لو لا حضورهم لو لا دعمهم لنا معتقد أن هذا المهرجان كان لأي قيمة فأقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا تواجدكم شرفنا وبالنسبة لنا إحنا بلا شك زاد من قيمة هذا المهرجان شكرا لتواجدكم شكرا شكرا دكتور حسن رشيد ونختمها مع الدكتور إن شاء الله نلتقي فيكم بكرة في عرض مسرحية سكة بن عاصي تأليف وأخراج فنان سعد البرشيد شكرا على حضوركم اليوم أعطيكم العافية